السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة ما اشوف تحمل الطبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبسحة جيدة اخوكم دحمنوس يحييكم الوصفة تعليم رحا مطلوبة بالبزاف والي هي العاجينة السحرية اللي نقطعوا بها جميع النواع المملحة رح نعطي لكم واحد لابات بمقادر مدبوطة خاصة كان واحد الاخت تخدم لكم ون في بعض الاحيان ما يخرج لها الشي الشكل كيف كيف رح نعطي لها كامل للنصائح يعني ما كاش حبه ما تخرش كيف اختها كامل يخرجوا متساوين متحوفين وعلى حبة وقلب الحبة ومنها هات العاجينة رح نديروا ديميني بورجر ديميني بيتزا عندنا ديميني مطلع بزوج اشكال واحد رح يكون في الكوشة وفي السانوج واحد رح يكون فوق الطاجين وعندنا صندويج اخفي فضرف يعني العاجينة هذي سهلة واسهل منها ما كاش ومالا يراكم في الدار رح تستفادوا من الوصفة هذي على بلكم رح جاي السيف رح جاي المناسبات هذول المملاحات هكذا الاقتصادية ومتحوفين يجوا الشابين بانان بزاف اللي رح مريحين يحتاجوهم ان شاء الله اللي يخدموا من مشاريع يدي الفقرة واللي يفرح الاطفال في العائلة بصحتكم يعني الوصفة هذي احسن منها ما كاش بمقادر مدبوطة وعلى الشعر ماذا بكم تشوفوا الفيديو من الول حتى الاخر وديروا لي جامل خوكم دحمانوس وفرجة ممتعة للجامع بسم الله على بركة الله هنا نعرفكم على ما قدرت تتبعوا معي مليحة اول حاجة عندنا واحد كيلوغرام تعالفارينا تتبعوا معي مليحة عندنا كاستعليدة ما بين الزيت والزبدة نحتاجو اربع ملعقة السكر 8 غرام ملعقة 20 غرام زوج ملعقة خميرة الخبز 25 غرام عندنا كأستعلي حليب 250 وكأستعلي مئتين وخمسين اول حاجة راح نجيبو لين نحطو خميرة الخبز 25 غرام زوج ملعقة مع عمرين ملح مع اربع ملعقة السكر مع عمرين ملح يعطونا 8 غرام نضيفو عليهم هذا كليوغرام نضيفو الحليب ونزيدون نصف الكاس لما هنا في البداية نجيبو الفيوتا عنا نضربوهم لحونا وهنا راح ننفق صلح بيبا تعالى بيضتا عنا كما راح نشوفو حبا هنا وش راح نديرو حوالي كاس تاع الفارينة تبعوا معي مليحة هذه الخلطة مهمة في البداية بعد محطينا هاد الفارينة نجيبو الفيوتا عنا نعودو نخلطوها باش متحصلو على لابات تكون خفيفة وهنا راح نجيبو الكاس تاعليدام اللي راح يكون خالط ما بالزبدة دائبة والزيت هاد النتيجة راح تخرج لكم مبارا قلنا مئو خمسين خمس وسبعين خمس وسبعين غرام نحطو هادو كليدام نخلطوهم مكدا خفيفة وقانا وش راح نديرو نحطو كامل لكمية تاع الفارينة المتبقية قلنا الوصفات تعوا واحد كيلو غرام هنا كما راح كلم راح نشوفو راح نبدو في العجل تاعنا يعني راح نبدو نطمو كل حاجة خفيفة نكمل هذه كامل كمية على ما قلنا مئتين وخمسين تعليمه ومئتين وخمسين تعليم الحالي بالناقة دير راح تكون مضبوطة هنا بعد ما عجلناها خفيفة في الاخير باش نحطه هادك الملعقة تعليم الحالي يعني قلنا بالملعقة تعليم الحالي 20 غرام في واحد كيلو غرام تاع الفارينة ورح نبقى وتوجر نعجنه باش يتمسجوا كامل المكونات والعبات تعليمه تكون في اللواعة بعد ما عجلناها ملاح نزيد نحبطها فوق البلونت رافي ونبقى وندلكو فيها باش تعطينا النتيجة ما شاء الله سنروح معها التوجر بالدبازي وندوروها هكذا خفيفة في دريف والعبات التعنارة ستنطم غير بعقلها اللي عندهم البيترا يخلوها الدور غير بعقلها بعد ما نشوفوها نطمت ما شاء الله راح نجيبو الموس ونبدو نقطعو فيها بهذا الشكل ونعاود ونطموها يعني هذه الطريقة راح تعطي لكم بزاف نتيجة شابة في العاجين بتاعكم نديروها مرة ولا زوج مرة ونشلحوها بلموس ونعاود ونطموها في دريف حتى نتحصلوا اللابات التعنارة وهنا كمرة كنتشوفو العاجين التعنارة هو جد بعد ما نطميته لما نطمل اخيرا نكوروها توجر هكذا نعاود ونرجعها في اليان اللي كان مطموها فيها راح نجيبوه طرش ونخفيفة نغطوا اللابات التعنارة ونخلوها ترتاح غير بعقلها حوالي 45 دقيقة الساعة يعني راح ترتاح ما شاء الله تعطي لكم نتيجة بالطبع هنا بعد ما اخليناها ارتاحة وضاعف الحجم تاعها شوفوك فشو اللابات التعنارة يعني ما شاء الله الطارية وما تلسق لكم مش في اليد ومش راح تهبلكم هنا نديقازيوها كامل نهبطوها فقولوهم باللون طرفين نجيبو البيزان تعنا ونجو اللعجين بالنسبة لقرامج راح يكون خمسين قرام يعني الموم اللاحظ هذو كامل راح نديروهم على وزن خمسين قرام نقطعو كامل الكمية اللي راح تعطي لنا 34 حبة ونعاود نولي لكم وهنا بعد ما كملناهم كامل نشوفو اللاميزون بلاس تعناها حيني راها معمرة ما شاء الله قنات خرجو 34 حبة اول نوع راح نبدو بالميني برغر باش نخله يخمر في راحتو نبدو نفاصوني بهذا الطريقة على شكل دائري ونتحفوها لازم تجي متقونا ما شاء الله شوفو الحبيبة يعني درت لكم تشيز برغر درت لكم ميني برغر وصفات واحده هاد الوصفة راح تكون لي جامع انواع المملاحات نديرو سنوى اللولى يعني راح تكون خفيفة حوالي 8 حبات ونعاود نولي لها كما راكو تشوفو الميني برغر تعنا اراها واجدو اراح نروحو لنوع تانيلي راح يكون خبزات كما راكو تشوفو نحكمو العجين تعنا نحطوه كما راكو نعبزو هقده شوية نقرسوه في الواسط يعني راح يجو خبزات متحفين توجون نقرسوهم وبعدها سنفينيوهم روحي واروحي يعني هاد النوع راح نديرو منو حوالي استحبات ونزيدو نديرو استحبات مدورين يعني مدورين مطلوح تاع الكوشا هادي راهوطها الاولى هاي ديك ودو زي مزدرتها بنفس طريقة يعني نعبزوهم برك على شكل المطلوح هادي هي دوك اهنا راح نديرو ديميني بيتزا نستعينو بشوية تاع الفارينا عندي هاديك سنوات يجو فيها السبعة حبات يعني نبسطوهم كامل على حساب الدائرة هاديك اخيفة ادريف ها نبسطوها كده حتى انتبو اللي رقيقة ونحطوها في المول التحان نكملو كامل الحبيبات ونجوزولو المطلوح تاعنا اللي راح يكون في الطاجين وهنا كما راح تشفو نكملو حبيبات تاع المطلوح اللي تبقى منتو جو رشوية تاع الفارينا نبسطوه كامل اغفيف دريف ونحطوه في سنواته ونخليوه يرتح نديرو الحبة الاولى التانية التالية هنغطيوه مليح ونخليوه يخمر بالنسبة لعجين تاعنا هادا بعد ما نطميناه وقطعناهم كامل على خ خمسين غرام اول حاجة لازم تديرو حسابكم توجر تتبعو البولة الاولى تانية تالتة باش ما تغلطوش كامل في حساباتكم والشكل راح يبقى توجر متسوي يعني توجر الحبة الاولى هي الاولى تانية هي التانية يعني هنا بالنسبة للبرجر والخبيزة والما طلوح تاع الكوشة اراهم موجدين بعد ما خليتهم ارتاحوا عندي حبة تعالا بيت نديرو حوالي ملعقة تاع الحالي بنضربوهم جيدا هادو اللي راح ندهنوا بهم وش راح يطيب في الكوشة كيما راح تشفو بالنسبة للبرجر بعد ما ندهنوا شوية جلجلان وراهوها جدا وهنا بعد ما كملت البرجر زدرت هذه الخبيزات بنفس الدهان هادا كتعلوا بيدو الحليب نرشو عليهم السانود الشكل تعالي الخبيزات والشكل المطلوع الضائري اللي راح يكون في الكوشة نخلوهم يرتاحوا ونطيبوهم على درج حرارة 108 وهنا راح نولو للميني بيتزا واللميني مطلوع اللي راح يطيب فتاج نشوفو هنا بعد ما خبرت الميني بيتزا يعني هنا عندي سلصة تعطماطم خفيفة ضريفة كامل تعرفوا تديرو السيطمات المدى بيكون تكون تق خفيفة ضريفة يعني ما تديرو الهاش لما غطوا غير على الكسرونة وديرو العقاقر تلكم وخلوها الطيب في رحتها المطلع تعنا نغطينا كله يخمر من بعدا طيبوه في الطاجئ جيد وهنا كما راح نشوفو المطلع تعنا راه يطيب فوق البلاقان تون ما تحبوو تديروه في البلاقات تحبو فتاجين لكم الاختيار يعني توجو مشعلو نخلوها تسخون ملاحنا حمرو خفيفة ولمطلع تعنا راه وجد هنا راح نولو للميني بيتزا تعنا بعد ما رتحتو جور نجيبو الاسس طماط قط تكون تقوي ولا باش جيكم ابنينا يعني اقتعو زج حبة طماط يجديرو فولها ملعقة طماط مصبرة توجر العقاقر في الفلكحل في الفلكحل في الفلكحل في الفلكحل في الثوم زعيترا والرند ضروري وملعقة هكذا السكر مع ملعقة تعلمي يعني السكر راح ينحلكم لصيدتي تحت الطماطم ومبعد كيتو جدخلوها تبرد ترحوها تقدروا تديروها شوية زيت زيتون وشوية على الأعشاب العطرية باش تديرو صلصة طماطم في الوعر هذي كي تكون كميات قليلة ولكنو كميات كبار تقدروا تضيفو لها لبسة الفلفل حلو يعني يعطوكم مونسيمات ما شاء الله هنا نكملهم هكذا خفيف دريف قوت لكم توجر الفور 180 درجة انطيبوهم كامل ونعودو لهم وهنا بعدما اطعبو وتحمرو شوفو شحالي يجو الشبان لابة تستعنى خفيفة وتديفلوبة ما شاء الله هنا بعدما اخرجو راح نجيبو فروماج رابين استعملت هدايا يعني فروماج بنين بيدو وقلقودة الخفيف دريف نرشو عليهم كامل هكذا خفيف دريف يعني يعطيكم نتيجة ما شاء الله اللي حبي ديرو مع البداية ديرو مع البداية ولكم الاختيار هنا بعدما نربي لهم كامل خفيف دريف عندي علبات الطم بيدوق الطماطم راح ندل لهم كامل شوية شوية حبيبات زيتون بشين بدون منظر الشباب والتزيان راح يكون بالمادنوس خفيف دريف هدا هو الشكلتان معها شوية تعال ما يزيلا كان متوفر يعني هدا هم الحبيبات التاعنا بعدما نكملوهم ونتحفهم راح يجو ما شاء الله وبالنسبة لخبص تعنا راح يوجد بعدة اشكال يعني شوفوا الخبص حليجي خفيف فالطريق ابنين ما عندي ما نقول لك يعني هاد العجينة راح تتدبطوا بها كامل المملحات التاعكم وبالنسبة لحشو لكم الاختيار أنا هنا عندي فروماج بلون شوية بولي راح نطيبه ونحشيهم كامل يعني شوية فروماج بلون هادا كل البولي ماريني ونربي لهم شوية فروماج ونتو مالاكم الاختيار نكملهم كامل ونجو نشوفهم نتيجة النهائية يعني هدا هو الشكلتان خفيف دريف ان شاء الله تكونوا استفدتم منه عندنا الموم اللاحات هنا ديبتي صندويج ديميني صندويج مطلع اللي كانوا في الكوشة واللي كانوا في الطاجين طريقة بزاف هاي لمعاد ديميني بورغر شوف الشكلتاح ومش حال يجي شباب ويجو واقفين ويجو شايدين نروحهم يعني جامع الأنواع بمقادر مضبوطة والشكل واحد حاجة ما راح تفوت واحدة توجر تبعوا النصائح لنقوله لكم لابة العجينة مقادر مضبوطة وعندما تقطعوا وتبدو وتوزنوا شفعوا توجر الحبة اللولى التانية التالتة باش عندما تكملوها وكامل توجر تعودوا تولو للحبة الاولى باش الشكل الكامل يكون متساوي هذا هم الوصفات التاليون ان شاء الله يكونوا عجبكم وان شاء الله كانوا فيه ترفع عليكم اخوكم دحمان وسماء بقالوا يقول لكم غير بقوا على خير وتهلوا في روحتكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام